عندنا رسائل إلى سجن الأعمارة سبق وانشكرت سجن الأعمارة ولكن أنا أقول هس وبعد اليوم أشكره بس إذا طلع موقف أنا أجي أقوله أنا أهم شي عندنا إحنا السجناء اللهم لا يرضون علي السجانين والمدراء قلت ذلك سيد حسين الساعدي سيد حسين الساعدي لا لا أنا أريد أقوله مدير السجن زين يشكرون بي مدير الشؤون الجديد فاضل أستاذ فاضل أعتقد اسمه زين ولكن يقول لك ضباط الخفر مو زينين هاي من باب يتشرون ملابسنا يكبون عليهم الزيت شققون اهدوهم معدهم وترى مجتمع الأعمارة مجتمع فقير يعني يا دوب الأب يودي الإبنة أو الزوجة يدبرون له خمسين له خمسة وعشرين ألف فمني يودي يقول ما أقدر أنا أشتري بدلة بستين ألف مدير يطببون ملابس نطلب إحنا من المدير بما أنه السجناء يعني يشيدون بي دخلوا لهم ملابس خطية ذا كل مرة منهم خيطين البدلات العدد تقريب 30 و40 بدلة ما لا يحكوا القاعة بدلتين فهسا شدة ويحتاجون والنظافة حلوة وفروا لهم يعني ما تتوفرون خلوا هلهم يجيبون لهم بسعار مناسبة نحن نلقى بالسوق بـ 18 نجيبها ما يكد أنه يشتريها بـ 60 و70 هذه من الجهة الجهة الثانية عندنا يناجدون أهالي دعواهم قتل خطية هذول أغلبهم والناشد نحن كل مرة يا شيوخ العشاير يا هيبة العراق الحلو يا أهل الغيرة هلا هلا بذول أهالي دعوا القتل ترى دافعين وبايعين بيوت وبايعين أموال وعايفين مزارع وبيوت بوساتين ومتهجرين ودافعين وفصول لموا هاي الدعاوة ترى عليكم أنت دور أمام الله والله الله من يحطك بمكان رح يسعلك ماذا عملت فيما رأيت اتكنت شيخ وهاي الدعاوة مرت يحاسبك على دعوة دعوة عوفوا هاي النفخة والأبها والأعرف رجعوا إلى كلام الله إنه لازم تنصفون يعني اللي يدافع فصل شي يسوي خطيئة باقي بالسجن وحكمة عشرين سنة شوية شاركونة خلي المساعدة حلوة والتسامح ترحنا دا نمر يعني بضيقة دا نمر بمرحلة نريد نعبرها كافي صار لنا بالعشرين سنة حاسين نحن لحد الآن أجواء الحرب شوكت نعيش الحياة الطبيعية سجوننا مكتظة مكتظة زائد عن اللزوم يعني دا يردون يسوون حلول ماكو إلا أن نلعفو نرجع عليهم يعني مننا أنا شوية الشيوخ الشارك الشيوخ الشارك الشيوخ عننا عبئ القتل هذا دعا وقتل صارت مشاجرات قتل عمد قتل حادث شي المهم أنتوا قضوها قضوها قعدوا قاعدة الزلم أرجوكم يا شيوخ العشاير ونخوة أمكم عراقية ربي يوفقكم أقعدوا لم هاي الأمور ذهي الأمور الشيوخ الشارك أقعدوا بالنسبة الطاقية